قصتنا النهاردة عن رضوة البنت اللي عندها 23 سنة رضوة حسة انه من بعد وفاة باباها انه اختها بتغير منها بتكراها دايماً عايزة تشويه صورتها حسة ان مامتها كمان ما بتحبهاش بتشتمها تفرج عليها العمارة لما بتشوفها مبسوطة تنكد عليها وتتلكك لها تعمل معها مشاكل كمان حتى لما مامتها تعبت وجالها سرطان الثدي كانت بترفض ان رضوة تساعدها في الاكل رضوة ما بقيتش عارفة تعيش معهم جربت انها تروح عند ناس من عائلتها مرتحتش رجعت في الاخر لمامتها واختها بقيت حياتها كلها مشاكل بتقول انه حتى في ناس في الشارع شباب في منطقتها بتقول انه هم اخترقوا موبايلها عامل الله هاك عارفوا كل المشاكلها وخصوصياتها كل شوية لقاحوا عليها وهي رايحة وهي جاية فيش معاها دليل ضدهم عشان كده منورونا ومشرفونا النهاردة دكتور هند البن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه في مشكلة رضو منوروني هند اهلان يا سيدي اه مارك يا دود الحمد لله انت عامل ايه الحمد لله بقولك ايه هو ممكن حد يخترق خصوصية حد لدرجة ان هو يبقى عارف كل حاجة في حياته ويلقى حليب الكلام لا انت مؤتقد ان افكار رضوة ديات كلها افكار منضبطة وسليمة يعني عشان نبدأ نمسك في النقطة دي رضوة بقولك كل الناس بتحكرهني امي بتكرهني واختي بتكرهني اهلي مشاهدات معاهم هيقتلوني او ناس بتحكر تليفوني الافكار دي كلها افكار غير حالة يعني ايه ناس تحك التليفون او 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 بس خلينا في النقطة دي لان انا هقولك انا شفت حاجة اصعب من كده مليون مر لسه جايلي مكالمة على الراديو هحكيها لك اللي حصل بالزبط حتى مرضا تشنيها تحكي على الهوى حلاتها تحكي تحت الهوى بس اول حاجة انا عايز اتكلم فيها برضو انه فيه اخوات بتغير من بعض للدرجة دي لا فيه اخوات بتغير من بعض بصي احنا منتكلم على النفوس احنا منتكلمش نحكم النفوس اه تمام لكن ممكن فيه شوية اه ايش معنا اختي ايش معنا اخويا كده لكن غير للدرجة الازى بتالي دي بقاش موجودة او يعني لو موجودة دي بقى دي شخصيات مريضة بس ممكن ان انا غير من اختي عشان اطلع شكلها وحش قدام العيلة كلها لا بواجه عام ولا منتكلم على قصة ردوة بواجه عام الاول منقدرش منحكمها برضو فيه ناس بعمل كده ممكن اه طب اخت ردوة بتعمل كده اه عارف انه هي كانت قالتلي بس ان اختي بتعمل كده كان ممكن ان انا اختك بتعمل كده طب ما هي قالت لا اقلت له اختي بتعمل كده ماما بتعمل كده اي الناس في الشارع بيعملوا كده انه ما يبقاش كل الناس ضدي بالزبط اللي عندي ردوة يعني مفيش حد في الدنيا خالص يا هند الناس كلها ضدوا والدنيا كلها عليه لا طبعا افكار مضللة طبعا مش حقيقية ليه الافكار دي بتبقى مرض اه مرض الشك اه ده اسمه مرض الشك مرض الشك اه ولا دي حاجة زي فيلم انه اسف على الازعاج دي حالة ودي حالة ايه بقى انه حاسس الناس بتكلم عليه هنا كان هو عنده في صوم اه دي حاجة تانية انما هنا اتراب شك او برانوية اللي هو انا طبعا شاكك في الحوالي انا مش متطمن لحد بحطولي سم في الاكل عايزين يعملوا لي حاجة اه مؤامرات مؤامرات بتتم علي محاشو يحبني بيتكلموا علي بيتكلموا علي عايزين يتمنوا لي الشر عايزين يقذوني اروح مكان عمل الناس كلها متهداني محاشو يحبني واستقهلني نفس القصة ماما بتعمل الاكل لأكل ملوز قصة رضوة دول الوقت عندها افكار شك كانت اللي حوليها كل افكار الحقيقية كلمنا بقى عن الشك انا عايز قالك على حاجة تانية هو في ناس لما بيجي لها مرض كبير عظيم يعني مرض جلل زي ما بيقولوا لانه السرطان ده من اخطر الامراض او بيدمر نفسيا عضويا شكليا فاللهما عافينا يا رب وعفوا عنا كلنا لما يجي لهم المرض بيرفضوا المرض انا تطبيقا على حالة مامت رضوة او انا شايفي عنا شخصية قوية جدا